شهدين هارك سعيد لو حضراتكو روحتوا او دخلتوا على الانترنت او جبتوا كتاب موسوعة جينس للارقام القياسية اه في سنة 2006 كان مقيد جوه موسوعة جينس للارقام القياسية اكبر كتاب في العالم اكبر كتاب في العالم كان طوله اه اربعة متر وطمنتاشر سنتي وعرضه كان تلاتة متر سبعة وسبعين سنتي انا معايا هنا ومشرفني في الستوديو صاحب فكرة واكبر وتصنيع كمان اكبر كتاب في العالم هو على واشك انه هو يخش موسوعة جينس للارقام القياسية 2012 طول الكتاب ستة متر عرضه اربعة متر وزنه 1520 كيلو جرام عدد صفحاته 420 صفحة حضراتكم ممكن تتخيلوا الشكل الكتاب هيبقى عامل ازاي احنا معنا صور على فكرة الكتاب هتشوفوا حضراتكم معايا الجميل ان الكتاب ده عن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام عايزين نفهم الكتاب ده ليه تعمل؟ عايزين نفهم جوه الكتاب تقال ايه؟ عايزين نفهم ايه الكتاب اللي اربعة ستة متر في اربعة متر ده عامل ازاي؟ او تصنع ازاي؟ ضيفي اللي موجود معايا في الستويز زي ما قلت ومشرفنا اه وهو صاحب الشركة على فكرة المصنعة كمان للكتاب ضيفي الدكتور محمد سعيد العولقي الحاصل على الدكتوراه من جامعة بودكس الامريكية بجدة وفي نفس الوقت حضرتك اعلامي صباح الخير يا فن صباح النور حياة ازاك يا دكتور الحمد لله بخير الله كل سنة وحضرتك طيب يا فن وانتم طيبين وجميع مشاهدينك بصحة وسلام اهلا بيك ببلدك التاني مصر وبسم الله ما شاء الله حاجة مشرفة اللي انتم امتوا بيها اه ايه الرسالة اللي انت عايز كنت توصلها اه للناس والمين اه طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الرسالة التي كانت معمولة من هذا الكتاب احنا طبعا في السنوات الماضية واجهتنا بعض الهجمات الشرسة من جميع انحاء العالم ضد شخص الرسول صلى الله عليه وسلم في اساءة مباشرة لشخصه صلى الله عليه وسلم وردود فعل من المسلمين تجاه هذه الاساءة باساءة مثلها نعم فصار في عندنا هناك طرفين قيض ليس بينهما وسط يعني هناك نأناس يسيئون ونأناس يردون باساءة اخرى ففضلنا ان نبين لهؤلاء الذين لا يعلمون عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون من هو محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه الحقيقي نتيجة لمعلومات مغلوطة جاءت اليهم ووصلت اليهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم فاحببنا ان نرسل لهم رسالة عن طريق كتاب مؤلف يخاطب هؤلاء الاشخاص حتى يعرفوا من هو محمد ثم يحكموا عليه هل هو سيء او غير سيء نعم فتم انتاج هذا الكتاب المؤلف وعملوا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وجوانب الرحمة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وتمييز بعض المواقف التي جاءت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نوصلها الى الغرب وقضية التعامل ما بين المسلم وغير المسلم الان في بعض المسلمين مثلا في العالم الغربي يعني يجعلون الغربي عندما يردون بفعل سيء يجعلون الغربي يؤكد ان هناك وحشية في الاسلام ويؤكدون أيضا أن هناك التعامل يجب أن يكون بالقوة مع هؤلاء بحسب المعلومات المغلوطة التي كانت تصل إليهم فالحمد لله من خلال هذا الكتاب سيكتشفون أسرار حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هو محمد يعني دكتور أنت ركزت في الكتاب عن تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع الأديان الأخرى نعم وقال لي عن الرحمة في الدين الإسلامي والرحمة عند الرسول عليه الصلاة والسلام إيه تاني؟ الكتاب احتوى على جميع المغلوطات التي يتداولها العالم الغربي أو تتداول ما بين الناس الذين لا يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم مثلا احنا مشكلتنا في كتب السير التي جاءت من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن والتي تروي حياة الرسول تأخذ القارئ من الوقت الحالي إلى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم 1400 سنة للخلف عظيم فعندما تقرأ سيرة بن هشام وتقرأ مثلا البداية والنهاية وتقرأ كل الكتب تجد أنهم يأخذون القارئ إلى الوقت الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإيحاء ومن باب الله تمام لدرجة أن القارئ يعيش عهد الصحابة فتجد الباحثين في السير أحيانا إذا جاء في الكلام تجد أنه واحد يتكلم لك من قديم حتى أسلوب الكلام يختلف نعم في كتابنا الآن أتينا ب1400 سنة إلى هنا لسنة 2011 2011 أو 2012 2012 الرسول صلى الله عليه وسلم كان توجد لديه دولة أنا من المعلومات التي لم أكن أعرفها مثلا عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لديه دولة مؤسسة على النظام الحديث كان عنده ديوان نبوي هذا من الناس قليل من الناس من يعرف الديوان النبوي كان عنده وزير الحرب خالد بن الوليد كان هذا وزير حرب كان عنده وزير إعلام نعم حسان بن ثابت كان عنده وزير مراسلات حاطب بن أبي بلتع واربعي بن عامر كان عنده وزير مالية أثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف الناس لم يكنت تعرف هذا أو بالنسبة لي لم يكنت أعرف هذا الشيء الآن استطعت أن أعرف أساسيات الدولة الحديثة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا مشكلة تعدد الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم حرمت علي الحريم أو النساء أكثر من تسع حرام في الغرب يقولون من اتهاماته من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مزواجا واكتشفنا في الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنا بالنسبة لي عرفت هذه المعلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه الزوج من تسع أكثر من تسع نساء حتى وإن ماتوا التسعة وبقي النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج غيرهم خلاص فهذه خاصية بالنبي صلى الله عليه وسلم بينما لو رأينا يعني فلو ماتت زوجتك تتزوج واحدة ثانية وثالثة إلى ما شاء الله يعني الرد على تعامل الإسلام مع الأديان الأخرى نعم كدولة أنه كان في حاجة اسمها دولة الإسلامية أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام وموضوع المرأة نعم وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في السلم والحرب نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل في تاريخه أو المسلمين في حروب في أي حرب لابد أن يكون هناك ضحايا نعم النبي صلى الله عليه وسلم عدد الضحايا في 13 سنة من بداية الدعوة إلى نهايتها 1700 شخص أو 1800 شخص هتلر في حربه في الحرب العالمية من 50 إلى 60 مليون قتيل أي بس دكتور إحنا ما نقدرش نعمل تفارقة يعني مقارنة لأنه أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يعني بعض الأحيان بيمتين 300 واحد هو اللي بيهداخل يحارب يعني هتلر كان معه جيوش يعني عدد كبير يعني بغد النظر عدد شكان جسدك يعني آه يعني العدد داخل الحرب ده ما نقدرش نقول مقارنة بالنسبة للعدد طبعا حلو جميل بس مين بقى اللي شارك في أنه يجمع المعلومات ويأكد المعلومات ويعرض المعلومات بشكل مفروض شيق أن القارئ غير الإسلام يقرأه طيب الأول طبعا هناك في هيئة عالمية اسمها الهيئة العالمية للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسها الأستاذ الدكتور عادل بن علي الشدي ووجه له تحية من هنا نعم والأستاذ علي باسريدة أيضا من الناس المدير التنفيذي للهيئة عملنا إحنا وإياهم اتفاقية على أن يوجد مؤلف عن النبي صلى الله عليه وسلم للتعريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وفق الرؤية التي نحن نراها العالم في الغرب أو القارئ الغربي لا يريد أن يقرأ ما رواه مسلم وما رواه البخاري ولكن يريد أن يقرأ ما رواه أصحاب محمد عن محمد بوفق نسق الروايات الموجودة عندهم بالغرب فتم ترشيح ثلاثة أشخاص الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله دويش والأستاذ خالد روشة وأحد المدقيقين اللغويين حتى يقوموا بتأليف وجمع مادة هذا الكتاب وفق المنظوم حضرتك كلهم من السعودية لا فيه من مصر وفيه من السعودية وفيه مؤلفين لا يرغبون بوجود أسماهم على الإعلام لأنهم عملينها حاجة لله سبحانه وتعالى يريدون أن يبقى وقف لله سبحانه وتعالى عظيم من بعض الدول العربية هل في حد راجع على الكتاب قبل ما يتطبع؟ نعم يعني في جهة معينة راجعت على الكتاب زي أي كتاب عشان يجوز أنه يتطبع يعني هذا الكتاب من فضل الله سبحانه وتعالى حصل على ما يقارب 150 تزكية ويعني ورقة من مفتي سواء كان مفتي جمهورية أو مفتي مجلس القضاء الأعلى السعودي وراجع ورئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ صالح بن حميد ومجلس القضاء الأعلى وبعض المفتيين مثل كفتار وتبع لبنان وبعض المفتيين الآخرين وأيدوا المعلومات اللي موجودة في الكتاب والآن هو مطروح على طاولة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي دكتور محمد معرفش إذا كان طارق المخرج معنا النهاردة في عندنا صور للكتاب ولا معرفنش نجيبها لو موجودة ياريت نبتدي ننزلها لكن أنا عمال بالغير ما أشوف في معانا صورة على الهوى حضرك لو شايفها دي صفحتين ومفتوح الكتاب من النص تقريباً أول إيه المربعات دول أو المستطيلات دول حضرتك هذه المربعات هذا هو الأصل هو هيكون القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها الكتاب بحيث أنه يتحمل وزن الصفحات لأن الصفحة الواحدة وزنها ما يقارب سبعين كيلو فأنت لما تحط عدة صفحات سبعين كيلو ده على فكرة مش كبير خفيف خفيف بالنسبة ل يعني كأنه مثل اللي بيفرد بطانية أو سجادة على الأرض بيكون وزنها أكثر من السبعين كيلو تمام فالسبعين كيلو هذه عندك أربعمائة وعشرين صفحة ستكون ثقل هائل نعم على دفة الكتاب اليسرى ولو تشوف في الصورة أيضا هنا موجود اللي واقف تحت أول واحد لابس تيشيرت بخطط هذا مهندس خاص بدراسة الأحمال على الكتاب حتى يوزع الحمل حتى ما ينهار تنهار الأرضية تحت الكتاب دكتور محمد أنت جايب لنا الكتاب خلينا مشاهدة نهارك سعيد ده كتاب على فكرة آآ المصغر أو الكتاب الصغير للكتاب آآ اللي عملوه ستة متر في آآ أربع متر اللي هو هو حيخش سنة 2012 لمصورة جينيس لألقام القياسية حضرتكو لو قاعدين معايا دلوقتي وديتلكوا الكتاب ده الكتاب ده خفيف جدا يعني لو هو موصوع مثلا من ضمن أو مطبوع بورق عادي حيبقى تقيل ده يعتبر تقريبا أقل من ربع كتاب مطبوع بورق العادي الورق ده حضرتكو عملتوه إزاي طبعا هذا كان فيه اتفاق مع أحد المطابع في إحدى الدول العربية على أنه يكون فيه خط إنتاج لورق معين بحيث أنه يحتوي على الخفة ويساعد أيضا في قضية جودة وجعل المنتج فاخر جدا نعم فتم اختيار هذا النوع من الورق وأيضا كذلك اختيار النوع الخاص بالورق الألماني اللي جاء من ألمانيا نعم خط إنتاج كامل صنع لهذا الكتاب خصيصا للكتاب ولم ولن يصنع بعده خاص خصيصا لكتابنا فقط بحيث أنه من يرى هذا الكتاب يحس بتفرد في كل شيء تفرد في الشكل تفرد في الحجم تفرد حتى في موقع الإنترنت وتفرد أيضا حتى في قراءة الكتاب وطريقة السترد نعم من الأشياء الطريفة وأنا داخل مطار الإسكندرية أوقفني الأخ المسؤول في الجمارك نعم كان يقول لي افتح الكتاب أكيد ما فيه شيء داخل نعم من قطر ما هو خفيف خفيف جدا فحس إن هو ممكن يكون يعني شكل من برة كتاب إن ما هو جوه علبة يعني نعم بس الحمد نهرب حاجة جوه نهرب السيرة لا هو فعلا الورق خفيف بشكل غير طبيعي يعني حاجة أنا عمري ما شفتها وما اعتقدش حتى مشاهدي نارك سعيد إن هو ما يكونوا يعني لو حاجة خفيفة جدا تكلفة تكلفة إنك إنت حضرتك صاحب الشركة اللي اللي صناعت الكتاب الكبير والكتاب الصغير لك تمام ممكن تقول لنا تكلفة وصلة الكامل الكبير اللي هو ستة متر في اربعة متر ووزن الف وخمسمية وعشرين كيلو جرام ونبع ومية وعشرين صفحة صح؟ صح تكلف تقريبا كام؟ تقريبا؟ الكتاب الكبير تقريبا يعني بدون القاعدة تكلف تقريبا حوالي مليون ونص دولار ما شاء الله يعني بالحملة الإعلامية تبعه بالمؤتمر الصحفي الأول تمام وربما يصل الرقم إلى حدود العشرة مليون دولار لأنه احنا عايزين نجعل القيمة المعنوية لحفل للرسول صلى الله عليه وسلم ولكتاب للرسول صلى الله عليه وسلم يكون أفضل الكتب وأفضل المنتوجات أو المواد المستخدمة للرسول صلى الله عليه وسلم دكتور محمد أنا قريت في الحاجات الخاصة بيك ويعني المواضيع الخاصة بيك وأنه كنت وعملت الافتتاح في دبي حضرتك وحضرتك شركة أو حضرتك من السعودية ليه في دبي؟ ليه ما حصلش الافتاح مثلا في السعودية؟ ليه في دبي؟ أولا وصولنا إلى دبي أو وصولنا إلى العالمية لابد أن يكون من محط أنظار مدينة عالمية مثل دبي وهي سباقة أصلا في دخول موسوعة جنز الأرقام القياسية وموسوعة جنز لها مكتب متواجد في دبي ثانيا نحن تواجدنا أصلا كشركة مكتبنا الإقليمي موجود في مدينة دبي للإعلام وشارع الشيخ زايد في دبي ثالثا عندما بحثنا أصلا في موضوع كتاب جنز للأرقام القياسية وجدنا أن العرب وللأسف الشديد كل واحد يغني على ليلا كل واحد عنده رقم قياسي ضربه لكن أرقامنا القياسية كانت تأتي في أشياء ثانوية ليست أساسية ورئيسية يعني دخلنا مثلا في أكبر صحن شاورمة أكبر صلطة أكبر علم أشياء يعني هي قد تعني للآخرين شيء مهم لكن ليست وضع أساسي يعني للأسف أنه ما دخل موسوعة جنز الأرقام القياسية ولا كتاب ثقافي كل الكتب الثقافية كانت تدخل من المجر ومن اليابان ومن غيرها يعني واحد ياباني ألف أكبر كتاب في عدد الصفحات والمجر يألف أكبر كتاب في الحجم فإحنا حبينا نجمع أو ندخل إلى موسوعة جنز بشيء يكتب في التاريخ ويكون قيم ويكون أول كتاب عند النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل هذه الموسوعة حتى يجعل العالم الغربي يقرأ ما بداخل هذا الكتاب ليش هما دخلوا للموسوعة حلوة الفكرة فكرة جيدة جدا وفكرة كمان تواكب العصر في الدعاية أو في الإعلام عن منتج معين أو موضوع معين الكتاب ده ممكن في يوم للأيام نشوفه في مصر بحسب الخطة والجولة نعم إن شاء الله سيكون هناك مرور على مصر الكتاب طبعا سيتجول في أكثر من دولة عربية بطلب من الدول يعني الحمد لله إحنا بعد ما عملنا المؤتمر يجعنا طلب من الكويت يجعنا طلب من المغرب ويجعنا طلب من بريطانيا بحيث أننا ننتقل بالكتاب إلى هذه الدول لأنهم يتعاملون مع هذا المنتج هو منتج تاريخي نعم ومحبي الرسول صلى الله عليه وسلم في كل بلد نعم وإن شاء الله سيكون في ضمن جولته المرور بمصر وأسأل الله عز وجل يعني إذا تمت الأمور على خير ربما يبقى في مصر أو ينتقل أيضا إلى الإمارات ويعود إلى متن منطلق دكتور الحقيقة إحنا في أشد الحاجة فعلا إن إحنا نعمل إعلان ونعمل توعية ونعمل بروباجندا للإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام وفي أشد الحاجة لأن الناس الغرب يفهمون أكتر ويفهموا الإسلام أكتر وأكتر إنه دين تسامح وإن دين فعلا ممكن يبقى لكل العصور مش بس لبعض الناس اللي كانت بتتكلم عن إن الإسلام ده ممكن يرجعنا لورا صحيح دكتور محمد شرفتنا وشرفت برنامجنا نهارك سعيد وكل التوفيق للمجهودات اللي انتو بتعملوها وإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني نستضيفك تاني كده وتكون الكتاب بقى يكون هنا في مصر بإذن الله يعني أكيد كل الناس محتاجة إنها تشوف الكتاب ده تبصله يعني مش نوعين تعملوا كتاب تاني مثلا يعني نسخة تانية فيه فكرة إن شاء الله هتكون غير الكتاب هيكون شيء آخر تمام أيضا هندخل إن شاء الله فيه في موسوعة الجنز بس بعد ما نخلص الجولة العالمية للكتاب هذا دكتور محمد سعيد العو لقي الحاصل على دكتوراه من جامعة بودكس الأمريكية بجدة والإعلامي كمان وهو صاحب ومالك شركة اللي صنعت الكتاب الصغير والكتاب الكبير اللي هو ستة متر فاربعة متر ووزنه 1520 كيلو جرام وعدد صفحاته 420 صفحة شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لكم الله يسلم شكرا فاصل وراجعين حالا